أحلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في سلسلة من دروس الكيمياء للمستوى الثاني العلمي سنبدأ الدرس الثاني بعنوان حساب التغير في المحتوى الحراري أهداف الدرس المقصود بقانون هس للمحتوى الحراري وتطبيق قانون هس لحساب التغير في المحتوى الحراري لتفاعل ما ما المقصود بقانون هس؟ اسمه قانون هس نسبة إلى العالم هس هو تغير الطاقة في تفاعل كيميائي يساوي مجموع التغيرات في طاقة التفاعلات الفردية المكونة له خلنا نشوف إيش يعني هذا التعريف لو افترضنا التفاعل العام A يعطي W والمحتوى الحراري لهذا التفاعل يعطي 500 كيلوجون ممكن للتفاعل يمر في طريق آخر مثلاً A يعطي B وB تعطي C وC تعطي لنا الناتج W يعني ممكن لنفس التفاعلات A تعطيني الناتج W بطريقتين مختلفين ممكن مباشرة A تعطي لنا W ومحتوى الحراري الدلتة H بيكون 500 كيلوجون أو ممكن للمتفاعل A يعطي لناتج B في خطوة أولى بعدين المتفاعل B يعطي ناتج C في خطوة ثانية والمتفاعل C يعطي لنا W في خطوة ثالثة لو افترضنا أن الخطوة الأولى A تنتج B تعطي محتوى حراري بمقدار 200 كيلوجون والتفاعل الثاني B يعطي C يعطي لنا 50 كيلوجون وC تعطي W مثلاً 250 كيلوجون لو استصعب حساب المحتوى الحراري دلتة H في الخطوة الأولى التفاعل العام A يعطي W يعني دلتة H صعب نحسبها قانون HES يمكننا من حساب المحتوى الحراري دلتة H للتفاعل العام من خلال الخطوات الثلاث التفاعلات الثلاث 1, 2, 3 فلو جمعنا التفاعلات الثلاث يعطي لنا الناتج 500 متى يستصعب حساب المحتوى الحراري لتفاعل عام أو لأي تفاعل أو متى يستخدم الكيميائيون قانون HES بعض التفاعلات الكيميائية تحدث ببطء شديد مثل تحول الكربون الألماص إلى الكربون الجرافيت مثلا تحول الكربون الألماص إلى كربون الجرافيت أو مثل ما نشوف الصورة تفاعل الموز أو بعض التفاعلات تحدث في ظروف يصعب إيجادها في المختبر أو بعض التفاعلات تعطي نواتج غير عن النواتج المطلوب منها كيف تتغير قيمة الدلتا H عند تطبيق قانون HES؟ راح نشوف مثال بسيط إشلون تتأثر الدلتا H أو المحتوى الحراري في المعادلة عند تطبيق قانون HES؟ مثلا كم تكون قيمة الدلتا H عند مضاعفة مكونات المعادلة الآتية خمس مرات؟ يعني لو كان عندنا التفاعل العام A بلس B يعطي C والمحتوى الحراري سالب 220 كيلوجول إشلون بتتأثر قيمة الدلتا H عند مضاعفة مكونات المعادلة خمس مرات؟ اللي بصير نضرب المعادلة كامل في خمسة ونضرب المحتوى الحراري أيضا في خمسة يعني هذا الناتج نتج من ضرب سالب 20 في خمسة مثال آخر كم تكون قيمة الدلتا H عند عكس المعادلة وقسمة مكونات المعادلة على 2؟ يعني عندي هذه المعادلة معادلة عامة شو بصير إذا قسمت المعادلة؟ أكست المعادلة وقسمتها على 2؟ يعني بنقسم المعاملات على 2 ونقسم المعادلة على 2 كخطوة أولى والخطوة الثانية بأعكس المعادلة عكس المعادلة يعني النواتج بتصير متفاعلات والمتفاعلات تصير نواتج وعند عكس المعادلة تعكس الإشارة للمحتوى الحراري دلتا H فبيكون الناتج قلنا ال-W بتصير متفاعلات 8 قسمة 2-4 بصير 4W يعطينا 2X plus Z والمحتوى الحراري بيكون بالإشارة السالبة ونقسمها على 2 بيكون الناتج سالب 125 كيلوجول هذا بشكل عام إشلال تتأثر الدلتا H عند تطبيق قانون هس بالعمليات الجبرية حينج إن شاء الله نشوف تطبيقات عملية أو واقعية لبعض التفاعلات مثلا استعمل قانون هس لحساب التغير في المحتوى الحراري لمعادلة الكيميائية التالية يعني يعطونا معادلة المحتوى الحراري مجهول ويعطونا معادلات فرعية مثل ما شفنا بشكل عام ال-A تعطينا W ال-A-B ال-V-C وال-C-W يعني شلون أوجد المحتوى الحراري للمعادلة العامة من خلال خطوات ممكن الخطوات تكون معادلة 2 أو 3 أو 4 يعتمد على طبيعة المعادلة العامة في هذا المثال ممكن أحصل على المعادلة العامة من خلال المعادلتين واحد واثنين نلاحظ أن المعادلة رقم واحد واثنين يعطيني المحتوى الحراري المعادلة العامة مجهول المحتوى الحراري قبل ما نبدأ بالقانون لازم نوزن المعادلة العامة نتأكد من وزن المعادلة 2 كربون عند 2 كربون 2 أكسجين 2 أكسجين يعني كامل 4 أكسجين وهني 4 أكسجين 2 نايتروجين ومنين 2 نايتروجين طريقة قانون هس أستخدم العمليات الجبرية في المعادلة رقم واحد ومعادلة رقم اثنين لين أوصل إلى المعادلة العامة نحن نسميها المعادلة العامة بمعادلة الهدف خلنا نشوف مع بعض خطوات إيجاد المعادلة العامة نسمي المعادلة مجهولة المحتوى الحراري بالهدف أو معادلة الهدف نبدأ بعمليات جبرية للمعادلات واحد واثنين لين نحصل على مكونات المعادلة الهدف راح نلاحظ في المعادلة الأولى عندي 2 CO في الحالة الغازية لازم أحصل عليه مثله في المعادلة الهدف ألاحظ أنه عندي في المعادلة الهدف 2 CO حالة الغازية حالة الفيزيائية غاز وموقعه في المتفاعلات 2 CO2 نفس الشي في النواتج وعند إياه في المعادلة الهدف في النواتج المعادلة الثانية بحتاج أني أعكس المعادلة علشان أحصل على 2 NO في المتفاعلات المعادلة الهدف تقول أن 2 NO لازم يكون في المتفاعلات في المعادلة رقم 2 عندي 2 NO يعني 2 أمول ولكن موقعه في النواتج فيحتاج أني أعكسه علشان يصير الموقع صحيح مثل معادلة الهدف إذا عكسنا المعادلة نلاحظ أن النواتج بتصير متفاعلات والمتفاعلات تصير نواتج نعكس المعادلة ومثل ما قلنا أن الدلتا H تتغير إشارتها من موجب إلى سالب بعد عكس المعادلة حصلنا على 2 O في نفس الموقع وحصلنا على النايتروجين في النواتج في المعادلة الهدف معادلة رقم 2 في النواتج بعد ما تجهز كل مكونات المعادلة الهدف أقدر أجمع المعادلتين فبيجمع المعادلة رقم 1 والمعادلة رقم 2 داش تنتج لي نفس المعادلة الهدف طبعاً أجمع المحتوى الحراري للمعادلة رقم 1 والمعادلة رقم 2 بنفس الإشارة وتطلع الدلتا H 385.4 لو بنطابق المعادلة بعد جمع 1 و 2 منلاحظها نفس مكونات المعادلة الهدف 2 CO عند 2 CO 2 NO 2 NO نفس الشيء والمحتوى الحراري بيكون بهذا المقدار بنجمع المعادلة رقم 1 والمعادلة 2 داش نجمع المتفاعلات مع المتفاعلات ف2 CO بتنزل 2 CO الأكسجين بتروح وياه هذا الأكسجين خلصنا المتفاعلات في المعادلة رقم 1 أجي للمعادلة رقم 2 فبنزل 2 NO خلصت المتفاعلات في المعادلة الثانية أنزل السهم أروح للمعادلة رقم 1 أنزل 2 CO 2 أرجع للمعادلة رقم 2 بكتب زائد into خلص حين المحتوى الحراري 500 بكتب زائد 566 زائد هي عندي بالسالب تنزل سالب 180 بجمع العددين علشان يعطيني مقدار delta H لو بطابق هذه المعادلة مع المعادلة الهدف راح ألاحظ نفس المكونات يعني حصلت على المعادلة الهدف ومنها قدرت أحسب قيمة delta H فبنلاحظ أن القيمة بتطلع نستعرض مثال آخر لتوضح الصورة أكثر نشوف المثال الثاني يقول استعمل قانون هس لحساب التغير في المحتوى الحراري للمعادلة الكيميائية التالية في هذه المعادلة عند الكربون الصلب الألماص يتحول إلى كربون صلب جرافية delta H مجهولة يعطيني في السؤال معادلات مثلا في هذا المثال عاطيني معادلتين أشتغل على المعادلتين بحيث أوصل إلى المعادلة الهدف مثل ما سونا في المثال السابق بحدد المعادلة مجهولة delta H كهدف لازم ما أغيرها وقبل ما أشتغل في المعادلات لازم أتأكد أن المعادلة موزونة أتشوف المعادلة رقم واحد عندي الكربون لجرافيت في المتفاعلات المعادلة الهدف الكربون لجرافيت في النواتج فأحتاج أني أعكس هذه المعادلة بسهولة أكتب عكس المعادلة يعني بعكس المعادلة يعني المتفاعلات بتصير نواتج والنواتج بتصير متفاعلات متفاعلات عكسنا المعادلة صارت CO2 اللي هي في النواتج متفاعلات عطاني الكربون زائد الأكسجين نلاحظ أن الدلتا H بالإشارة السالبة خارج المعادلة إذا بدخلها في المعادلة الأصل بتصير موجب 394 كيلو جول دخلتها داخل المعادلة لما أعكس المعادلة تتغير الإشارة من موجب إلى سالب أو بمعنى آخر أقدر أطلع المعادلة من هذه المعادلة أقدر أطلع القيمة خارج المعادلة فبتكون الدلتا H تساوي هني سالب يعني بتصير بالموجب موجب 394 كيلو جول بهذه الطريقة تخلصنا من المعادلة رقم واحد شغلي بيكون على ون داش لأنه اللي قلب حصلت على الكربون الجروفيت من المعادلة الهدف فأخلي عليه صح الكربون الماص في الموقعة في المتفاعلات في المعادلة رقم 2 في المعادلة الهدف موجود بعد في المتفاعلات فلازم ما أغير المعادلة جهزوا المعادلتين حين أجمعهم نفس ما سوينا قبل بلاحظ أن CO2 في المعادلة الأولى موجود في المتفاعلات وفي المعادلة الثانية موجود في النواتج فيروحي بعض أجمع متفاعلات مع متفاعلات ألاحظ هنا ما عندي متفاعلات في المعادلة الأولى والمعادلة الثانية عندي كربون الألماص فبينزل والأكسجين بروح مع الأكسجين فكربون الألماص يتحول إلى كربون جرافت مجرد جمعنا المعادلة هذه مع المعادلة رقم اثنين نجمع المحتوى الحراري هذه القيمة مع هذه القيمة وبتطلع لنا بالسالب اثنين كيلو جول لو بدخلها داخل المعادلة بتكون موجب اثنين كيلو جول نشوف مثال آخر بنفس الطريقة ولكن للتوضيح أكثر مثلا هذه المعادلة مجهولة لمحتوى الحراري فبتكون هي المعادلة الهدف يعطيني معادلتين نبدأ نشتغل بحدد المعادلة مجهولة الدلتا اتش هي الهدف ونشوف دي المعادلتين زين أول شيء أتأكد إن المعادلة موزونة المعادلة P1 الكلور عندي خمسة وهني خمسة عن المعادلة الهدف موزونة أجي أدور على مكونات المعادلة الهدف في المعادلة رقم واحد والمعادلة رقم اثنين سينا أشوف إذا عندي شيء فبعكس المعادلة الأولى وبقسمها على أربعة ليش؟ لأن P3 في المعادلة الهدف موجود في المتفاعلات والمعامل له يساوي واحد في المعادلة رقم اثنين ألاحظ موقعة في النواتج والمعامل أربعة فلازم أعكس المعادلة عشان أصير موقعة في المتفاعلات وأقسمها على أربعة المعادلة كلها أقسمها على أربعة ليكون المعامل واحد فبتصير المعادلة بهذا الشكل مثل ما قلنا قبل النواتج تصير متفاعلات والمتفاعلات تصير نواتج إضافة لهذه الخطوة وأقسم كل المعاملات على أربعة بما فيها المحتوى الحراري زين فالدلتا ايش لما قسمتها على أربعة دخلتها دايركت في المعادلة رقم واحد وأقدر أقول إن الدلتا ايش تساوي موجب 320 كيلو جون خارج المعادلة أحي رقم واحد ما أستخدمها أخلي عليها داش زين في المعادلة رقم اثنين بقسم المعادلة على أربعة علشان الـ PCL5 في المعامل لها أربعة موقعها صحيح في النواتج حسب المعادلة الهدف ولكن المعامل واحد في المعادلة الهدف في المعادلة رقم اثنين أربعة فلازم أقسم المعادلة كامل على أربعة فبيصير الناتج بهذا الشكل في هذه المعادلة ما بعكسها لأنه محتاج أن البي سي الفايف يكون في النواتج مجرد قسمت المعاملات على أربعة ونفس الشي الدلتة إش قسمتها على أربعة فبيكون هني الدلتة إش تساوي سالب أربعمائة وثلاثة واربعين ونص كيلو جول من المعادلة الأولى حصلنا على البي سي لثري معاملها واحد موقعها في المتفاعلات حسب المعادلة الهدف بي سي الفايف حصلنا معامل واحد موقعها في النواتج حسب معادلة الهدف بي سي بي فور عند المعامل واحد على أربعة موقعها في المتفاعلات في معادلة رقم اثنين معادلة رقم واحد مثلها ولكن موقعها في النواتج فبروحون مع بعض نجمع المعادلات فبيكون الناتج في سي لثري في المتفاعلات بنزلها أروح للمعادلة الثانية ألاحظ عندي عشرة على أربعة سي لثو وعندي في المعادلة رقم واحد ستة على أربعة سي لثو كأني بي عاملها مثل الرياضيات بجيبها في هذا الطرف فبصير سالب ستة على أربعة سي لثو بجمع قلنا متفاعلات مع متفاعلات أجمع سالب ستة على أربعة سي لثو مع موجب عشرة على أربعة سي لثو نشوف شلون طلع عندنا سي لثو أقول عشرة ناقص ستة على أربعة بيعطينا أربعة على أربعة يساوي واحد يعني معامل لكلور بيعطيني واحد فبنزلها في المتفاعلات سي لثو والمعامل واحد زين خلصنا بالمتفاعلات المعادلة رقم واحد ومعادلة رقم اثنين أروح إلى النواتج النواتج أشوف المعادلة رقم واحد ما عندي شي معادلة رقم اثنين بينزل PCL5 مثل ما هو مثل ما قلنا بنجمع دلتا اتش اثنتين هم مع المعادلة واحد اثنين أو بجمع هادي مع هادي عندي هني بالسالب هني بالموجب لازم ننتبه للإشارات وبتكون دلتا اتش سالب 123.5 كيلو جول فالمحتوى الحراري للمعادلة المطلوبة يساوي سالب 123.5 كيلو جول نشوف مثال آخر استعمل قانون هس لحساب التغير في المحتوى الحراري للمعادلة الكيميائية التالية اعطيني المعادلة ويعطوني معادلات عشان اشتغل عليهم لاحظ عندي ثلاث معادلات قلنا المعادلة المجهولة المحتوى الحراري هي بخليها الهدف احتمال ما يحطونها لان رقم واحد مجهولة المحتوى الحراري فاحنا نرتبها لان هذه ما فيها محتوى حراري فبعتبرها هي الهدف يعني الشغل بيكون على رقم واحد واثنين علشان احصل على المعادلة رقم ثلاثة مثل ما قلنا لازم نوزن المعادلة لاني بطابق شغلي في رقم واحد واثنين مع المعادلة الهدف فعندي واحد ام ان طلع عندي واحد ام ان اثنين اكسجين اثنين اكسجين يعني المعادلة موزونا خلنا نشوف الخطوات عندي المعادلتين دلين اللي بشتغل عليهم وهذه بتكون المعادلة الهدف ادور على مكونات المعادلة الهدف في المعادلة رقم واحد والمعادلة رقم اثنين مثل ما سوينا فبحتاج اني اقسم المعادلة رقم واحد على ثلاثة لاني عندي الام ان هني معاملها ثلاثة واني محتاجة المعادلة الهدف تقول إن الـ MN لازم معاملها يكون واحد موقعها لازم يكون في المتفاعلات والمعادلة الرقم واحد عنديها في النواتج فلازم بقسم المعادلة على ثلاثة ونعكس المعادلة يعني خطوتين قسمنا كل المعاملات على ثلاثة وعكسناها فصارت متفاعلات نواتج والنواتج متفاعلات مثل ما قلنا حتى المحتوى الحراري بقسمها على ثلاثة وبنعكسها لما أدخل الدلتاتش داخل المعادلة بتكون بالموجب يعني في هذه المعادلة الأصل بتكون موجب مئة أو ألف وسبعمائة وتسعة وثمانين كالجون عكسنا المعادلة فصير الإشارة بالسالب يعني بطلع الدلتاتش من المعادلة فبتكون الدلتاتش تساوي موجب خمسمائة وستة وتسعين فاصلة ثلاثة كالجون نلاحظ أنه لما عكسناها كانت بالسالب صارت بالموجب طبعاً احنا قسمناها على ثلاثة فهذا الناتج تشدي اتخلصنا بالمعادلة رقم واحد بيكون شغلنا على الون داش والمعادلة رقم اثنين حصلنا على الام ان من معادلة الهدف بنفس المعامل وبنفس الموقع ونفس الشي لما قسمناها ومعكسناها حصلنا على ام ان اوتو في النواتج والطابق معادلة الهدف في المعادلة رقم اثنين بقسم المعادلة على ثلاثة ليش؟ المعادلة رقم اثنين بقسمها هادي كامل على ثلاثة ليش؟ لأن الأكسجين هني عندي اياه المعامل واحد وهني عندي اياه رقم ثلاثة فبقسم المعادلة كامل على الثلاثة ونفس الشي الدلتة ايش؟ نقسمها على ثلاثة فبتكون الناتج مثل ما نشوف أربعة على ثلاثة أيل زائد المعامل ثلاثة على ثلاثة واحد ونفس الشي قدلتها اجتساوي دخلتها داخل المعادلة بتكون بالموجب وخارج المعادلة بتكون سالب فاصلة ثلاثة كيلوجون حصلنا على الأكسجين يطابق معادلة الهدف نجمع المعادلات فنشوف الألمنيوم بروحية الألمنيوم لازم المعامل مثله يعني أربعة على ثلاثة وهنا أربعة على ثلاثة لو كان أدد مختلف بجمعهم بنقلهم في نفس الطرف يعني اثنينهم في المتفاعلات أو اثنينهم في النواتج مثل ما سوينا في المثال السابق إلى الكلور بس احنا محتاجين نشيل لأن المعادلة الهدف ما فيها ألمنيوم نشوف اللي يختصرون يا بعض روحون خلاصة حين أجمع المعادلة كامل فبلاحظ أن الناتج لما جمعت المتفاعلات مع المتفاعلات الطابق المعادلة الهدف نجمع المحتوى الحراري المحتوى الحراري يعني بجمع الدلتا اجهادي رقم واحد وبجمع المعادلة أو الدلتا اج للمعادلة الثانية فبكون قيمة الدلتا اج خمسمائة وواحد وعشرين داخل المعادلة بالموجب وخارج المعادلة لازم نكتبها خارج المعادلة أقول دلتا اج تساوي سالب خمسمائة وواحد وعشرين كيلوجون لتوضح الصورة أكثر ناخد آخر مثال نشوف هذا المثال مستعينا بالمعادلات الكيميائية الحرارية التالية احسب حرارة احتراق الميثان في وفرة من الأكسجين نشوف المعادلات اللي عاطيني إياها أعطوني ثلاث معادلات وكل المعادلات أعطيني المحتوى الحراري لكل معادلة والمطلوب حساب المحتوى الحراري لاحتراق الميثان ألاحظ أن المعادلة الهدف ما أعطوني إياها في السؤال فلازم أني أكتبها نكتب معادلة الهدف لما يحترق الميثان في وجود كمية كافية من الأكسجين يتصاعد تانيكسيد الكربون وينتج الماء يبغيني أحسب المحتوى الحراري عن الدلتاج مجهولة لاحتراق الميثان الشغل بيكون على المعادلات الثلاث اللي عطاني إياها في السؤال نفس ما سوينا أوزن المعادلة أتأكد أنه موزونة المعادلة الهدف وبشتغل على المعادلات الثلاث بأي طريقة ممكنة لن أحصل على المعادلة الهدف يعني مثل البرهان أشتغل بأي طريقة عمليات جبرية لن أوصل إلى المعادلة الهدف فنشوف الميثان في المعادلة الأولى موجود ويطابق معادلة الهدف فالمعادلة الأولى ما بسو فيها شي المعادلة الثانية بلاحظ ثاني أكسيد الكربون عندي في النواتج المعام الواحد ويطابق المعادلة الهدف فالمعادلة رقم اثنين بعد ما أسو فيها شي المعادلة رقم 3 بضربها في 2 وبعكسها ليش؟ بلاحظ عندي في المعادلة الهدف الماء في الحالة السائلة والمعامل 2 في المعادلة رقم 3 ألاحظ عندي الماء يتحول من السائل إلى الغاز وأنا أبغي الماء في الحالة السائلة وموقعها في النواتج فلازم هذه المعادلة بعكسها بعد ألاحظ أن الماء في المعادلة الهدف المعامل 2 وهنا المعامل 1 فبضربها المعادلة كامل في 2 وبعكسها فبيعطيني مثل هذا الناتج ومثل ما قلنا أي تغير أسوي في المعادلة لازم المحتوى الحراري أغيره وهنا الدلتا H بتكون صالب 88 كيلو جون نجمع المعادلة رقم 1 و 2 نشوف عندي أشياء ما اختصرتها والأكسجين ما حصلتها ألاحظ في المعادلة رقم 1 و 2 تكرر عندي الأكسجين فالأحسن أني أنا بجمع المعادلتين أشوف شا سوي فيهم لما أجمع المعادلتين رقم 1 و 2 مثل ما قلنا قبل المتفاعلات أجمعهم ويا المتفاعلات فCH4 تنزل CH2O بنزلها CH2 بتروح ويا هذه لأنها موجودة في المتفاعلات وهنا في النواتج أكسجين مع أكسجين في نفس الموقع فأجمع المعامل 1 زائد 1 يعطينا 2 في النواتج قلنا هادي راحة ويا دي زين CO2 بتنزل وعندي 1 ماء وهني 1 ماء 1 زائد 1 يعطينا 2 ماء ولازم الجمع يكون بنفس الحالة الفيزياء يعني هذا غاز وده غاز فأقدر أجمعهم والمحتوى الحراري الأول بجمعي المحتوى الحراري الثاني لازم يكون غاز غاز وهني 1 مول 1 مول فأجمعهم نزل لحي ما حصلنا على المعادلة الهدف فأنا بجمع المعادلة رقم 4 خلاص ما ليشغل في 1 اثنين لأني جمعتهم فبس بجمع المعادلة رقم 4 مع المعادلة رقم 3 نفس الثلاثة داش فنفس الطريقة الـ CH4 غاز بنزلة زائد 2 O2 نشوف رقم 3 داش ما عندي متفاعلات لأن 2 من الماء غاز راحة هي 2 من الماء غاز في هذه المعادلة خلصنا من المتفاعلات أروح إلى الناتج عندي CO2 بينزل في الحالة الغازية و2 ماء بينزل نفس ما قلنا أجمع المحتوى الحراري لهادي المعادلة والمحتوى الحراري لهادي المعادلة أو أقدر بطريقة ثانية أني أطلع الـ delta H أو المحتوى الحراري خارج المعادلة ولكن ما ننسى بعكس الإشارة إذا هني موجب بصير سالب 802 كيلو جول نجمع المحتوى الحراري فبتكون 890 كيلو جول إذن أقول المحتوى الحراري لإحتراق الميثان يساوي سالب 890 كيلو جول وهو تفاعل طارد للحرارة لأننا نعرف كل معادلات الإحتراق طاردة للحرارة وهكذا انتهى الدرس عزائنا الطلاب ونلقاكم مع درس جديد من مقرر كيل 214-216 ترجمة نانسي قنقر